سيطرح كل فصيل فلسطيني مخاوفة وطلباته من أجل إجراء الانتخابات والالتزام بها في الحوارات الجارية في القاهرة 14 فصيلا جمعتهم ضرورة عودة الحياة الديمقراطية بعد تعطلها الجبهات الديمقراطية لتحرير فلسطين كان عقد مكتبها السياسي مؤتمر صحفيا في رمالله أكد على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في المرجعية السياسية للعمليات الانتخابية والضمانات لسلامة ونزاهة الانتخابات وكذلك الإطار القانوني أولا ضرورة التوافق على مرجعية سياسية للانتخابات تشمل نقاط الإجماع الوطني وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات الأمناء العامين وقرارات المجلس الوطني في عام 2018 وثانيا التوافق على تجاوز الالتباسات القانونية التي تتعلق بانتخابات لدولة فلسطين ويدور التركيز في حوارات القاهرة على توافق بين حركتي فتح وحماس بالدرجة الأولى لأن أي خلاف سيعني أن تمنع حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة وكذلك السلطة في الضفة الغربية لهذا فإن الأمال تنصب في الخروج باتفاق واضح ينهي مرحلة صعبة في تاريخ القضية الفلسطينية إذا تعثرنا في الخطوة الأولى نتيجة حسابات صغيرة ونتيجة مكسب هنا مقعد هنا أو مقعد هناك أعتقد أننا لن نكون بمستوى الآمال التي يعلقها علينا الشعب الفلسطيني فإما أن نكون جدين ومخلصين وصادقين في إنجاء عملية ديمقراطية أو ربما ستكون كفزة في الهواء ولن تتحقق لعلها ستكون هنا خطوات إلى الوراء إذا شاب العملية الانتخابية أي أعمال من شأنها الطعن في مصداقية نتائج الانتخابات وتعد أبرز القضايا التي تبحث هو الإشراف الأمني والإداري على الانتخابات وملف القضاء والمحكمة الإدارية والدستورية وتدخلها في الانتخابات إضافة إلى مقترح يدعو لاعتماد القانون النرويجي الذي يتيح للقوائم الاستبدال المؤقت للنواب الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال على يد سلطات الاحتلال الإسرائي بكل تأكيد لن تنهي حوارات يومين في القاهرة خلافات امتدت لأكثر من عشر سنوات بين الفصائل الفلسطينية إما أن تنجح الفصائل في التوافق وإما أن يعود كل من طرفي الأزمة إلى حيث كان إلى المربع الأول وترسيخ الانقسام ضياح الشياء الغد رام الله